رغم قرار رئيس الجمهورية برفيع عد الرحالات الجوية نحو الخارج لفائدة الجالية الجزائرية غير أن النشاط الشركة الطيران الطاصيلي بات يطرح العديد من التساؤلات باعتباره يتعارض مع القرار عاقب إلغاء رحلات النحو باريس في ذل منافسة قوية بين شركات الطيران العالمية قناة الوطنية تمتلك وثائق تثبت إلغاء رحلتين في ظرف أسبوع رغم ابتلاك القسم التجاري للشركة 46 موظفا مكلفين بإيجاد زبائن لملء طائرة لا تتعدى سعتها 170 ركبا هذه التساؤلات ينفيها مسؤول الشركة تجدر الإشارة ولتقريب الصورة إلى المشاهد العزيز أنه الفصول المتعلقة بالنقل الجوي تنقسم إلى قسمين قسم شتوي ويكون من 28 أكتابر إلى 28 مارس وفصل صيفي وينطلق من 28 مارس إلى غاية 28 أكتابر هذه الفصول أو هذين الفصلين يشكلان فصول الترحال على مستوى الآيادة يعني الاسوسياشياتي انترنسيونال دو ترانسبور آياريين القضية هي محل مسألة سيرفعها نواب البرلمان أمام وزير النقل في أول فرصة حيث تلقت قناة الوطنية نسخا عن تلك المرسلات وكذا مرسلات من عدة هيئات موجهة لرئيس المدير العام للشركة فترات الترحال للمسافرين المستقلين لطائرات أسطول شركة طيران تصيلي والتي تتسم باكتباض المسافرين في الفترة الأولى وهي فترة الدخول يعني لفاز أنتري والتي تنطلق من أواخر شهر جوان إلى غاية أوائل شهر أوت يعني مجمل المسافرين يقدمون من التراب الفرنسي نحو التراب الوطني ثم هناك فترة أخرى هي فترة العودة والتي تتسم باكتباض الرحلات وامتلاء المقاعد على آخرها في الفترة الأخرى حتى منتصف شهر سبتمبر يعني حوالي 15-18 سبتمبر تنتهي الفترة الثانية هذا ما يدفع مجمل يعني شركات طيران للقيام بعروض تحفيزية على مستوى الماركتينج لرفع من مستويات امتلاء طائرات نفس المسؤول بالشركة يتحدث عن جامع للرحلات وبأن الفترات الصيفية جل الرحلات كانت امتلئة لكل الوجهات حتى 15 من سبتمبر ربما هذا ما دفع بعض المتسائلين عن نسبة امتلاء الطائرات وأطمئنكم في هذا الصدد كل طائراتنا كانت ممتلئة على آخرها في كل الوجهات يعني إما على مستوى الجزائر ستراسبور أو قسنطينا ستراسبور الجزائر باريس شارل ديغول أو الجزائر نونت يعني كانت الرحلات ممتلئة على آخرها والآن تشهد كل الشركات التي تقوم بتنظيم رحلات منتظمة يعني ديغول ريغولي نحو التراب الفرنسي بالانخفاض الكشف عن جميع التساؤلات من شأنها أن يخدم الشركة الوطنية للطيران ويساعد في الدفع بالاقتصاد الوطني بعيدا عن أي تأويلات قد يستخدمها البعض لمصالح بيقة